اطلاقاً من العطف الذي نخص به أسرة التعليم واعتباراً لدورها الأساسي في تحقيق الإصلاح المؤمل فقد قررنا إنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية لأسرة التعليم التي أطلقنا عليها إسم جنابنا الشريف لتحمل إسم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لأسرة التعليم أنشأ جلالة الملك مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين سنة 2001 بهدف تقديم خدمات في مجالات الصحة السكن، التكوين، الثقافة والترفيه لفائدة الأسرة التعليمية تضم المؤسسة حالياً 345 ألف منخريط بإضافة أزواجهم وأطفالهم يصل عدد المستفيدين من خدماتها حوالي المليون يتضح أن الحصيلة العشرية للمؤسسة إيجابية وتؤكد الأرقام أن الخدمات تستجب لحاجية المنخرطين بدأ مصار خدمات المؤسسة سنة 2002 بعقد اتفاقية بمجبها تم دعم أكثر من 8 ملايين و 500 ألف رحلة قطار بوترة مليون رحلة سنوياً في نفس السنة تم اعتماد المساعدة للقيام بمناسك الحج لصالح 300 مستفيد سنوياً بقيمة 24 500 درهم لكل فرد وقد بلغ مجموع المستفيدين 2322 منذ سنة 2003 قام صندوق فوغاليف للمساعدة على السكن بضمان 66 861 قرد قيمتها 16 مليار و 100 مليون مدعمة بقيمة مليار يئدرهم تزامنت هذه السنة مع خلق منحة الاستحقاق الدراسي لفائدة أبناء المنخرطين الحاصلين على شهادة الباكالوريا بتفوق بحيث يستفيد منها 500 طالب سنوياً إذ بلغ عدد الممنوحين 2956 بيتكلفة إجمالية وصلت إلى 75 مليون درهم أنا مستفيدة من هذا المنحة التي تعطيتها هذا العام في مؤسسات محمد السادس عندي حجبت جزوية 46 وهذه مبادرة طيبة من طرف المؤسسة وشرف لنا والمؤسسة التي تزامنا وليب بغانجين أنا من المستفيدين دي المنحة خديت لابوكس ناسيونال وكانش كل مؤسسة على هذا الحفز اللي أعطتنا وعلى هذا البادرة الطيبة اللي درت لنا غدي تعاوني في المسيرة دينا الدراسية سيبتو أنا درت مدسين جينغالس كيفي عندي ستون القرية طويلة دونك لابوكس هدا تكون غدا تتعاوني في المسيرة ديالي سنة 2004 تم إنشاء خدمة الاحتياط الاجتماعي التي تشمل التغطية الصحية التكملية والتأمين من أجل الاستفادة من الإسعاف والنقل الصحي داخل المغرب وخارجه وقد استفاد إلى اليوم 150 ألف منخرط من هذه الخدمة بمجموع 582 ألف ملف مسدد بتكلفة مالية تقدر بـ 350 مليون درهم وبالنسبة للإسعاف والنقل الصحي تم تسديد 16 ألف ملف بتكلفة مالية جمالية وصلت إلى 75 مليون درهم منذ انطلاق الخدمات الثقافية والترفيهية سنة 2004 تستفيد سنويا 900 أسرى من قضاء عطلهم بمخيمات السعيدية وأزمور وقد استفادت 1700 أسرى من البرنامج السياحي سفر التعليم الذي شرع العمل به سنة 2006 حاليا تسهر المؤسسة في مدن عديدة بالمغرب على قيادة مشاريع سياحية بناء مراكز ثقافية وأيضا نوادي اجتماعية ورياضية سنة 2008 انطلق المشروع النموذجي لإنعاش التعليم الأولي من أجل تفعيل المبادرة الوطنية في هذا المجال وقد مكن هذا المشروع من افتتاح 16 مؤسسة تعنى بمرحلة ما قبل التمدرس ويبلغ حاليا عدد المسجلين 2067 طفلا وفي نفس السنة انطلق برنامج نافذة لتسهيل الولوج للثقنيات الحديثة اذ مكن من دعم شراء 50 ألف حاسوب و150 ألف اشتراك للأنترنت بكلفة مالية قدرها 423 مليون درام ولتعزيز البرامج الثقافية بدرت المؤسسة بإنشاء رواقل العرض سنة 2009 يهدف إلى تشجيع المواهب الفنية وفي سنة 2010 تم افتتاح مكتبة وصائدية نموذجية للمؤسسة تضم المكتبة فضاءات متعددة وتحتوي على أزيد من 16 ألف مرجع تهم مجالات معرفية مختلفة اليوم يرتاد المكتبة الوسائفية 2529 قراءة وسيتم تعميم هذه التجربة على الصعيد الوطني في السنوات المقبلة تحرص المؤسسة على مبدأ التشاور والاستماع حيث تقوم باستطلاعات للرأي وبملتقيات جهوية مع منخرطها بشكل دائم ويستنتج من الدراسات الأخيرة أن أولويات المنخرطين تتجه بالدرجة الأولى إلى الصحة ثم السكن وفي الدرجة الثالثة تمويل الدراسات العليا لأبنائهم اليوم عرفت الحاجة للمعلومات والولوج السهل والدائم إليها تطورا كبيرا في مجتمعنا واعية بأهمية هذا التطور عملت المؤسسة على تعديل عميق لخدماتها عبر الأنترنت وذلك لتسهيل استعمال هذه الوسيلة كما عملت على تطوير المضامين وفرص الاستعمال تطور مكن بوابتنا من الدخول وبصفة تامة عالم الواب 2.0 يعتبر الواب 2.0 تطورا لشبكة الأنترنت لتحسين قدرتها على التفاعل ولتسهيل تجربة المستعمل لها ليتحول من وضعية المستهلك إلى وضعية الفاعل نستطيع أن نقول إن الواب 2.0 هو حقا نظام لتثمين العلاقات يضمن المساواة في فرص الاستفادة من خدمات المؤسسة لجميع منخريطها أينما تواجدوا تجمع البوابة بين فضاءات متنوحة الفضاء المؤسساتي فضاء المنخرط فضاءات تخص الصحة السكن التكوين عن بعد والفضاء الجماعي يشكل فضاء الصحة واجهة للإرشاد والتحسيس تسمح للمنخرطين بالحصول على كل المعلومات الضرورية للعلاج والتعرف على النظام الصحي من خلال بضع نقارات يتمكن المنخرط من تتبع ملفات التأمين الصحي الولوج إلى دليل المتخصصين في المجال الطبي التعرف على مواعيد الحملات الوقائية التحسيسية التلقيحية والفحوصات وأيضاً قاعدة وسائقية ذات محتوى غني للغاية محدثة من طرف مهني الصحة التعرف على النظام الصحي الداخل المغرب أو خارجه أصبحت بإمكانيها أن يربح أوقتاً كثيراً والتعرفات التي نعيشها سابقاً أصبحت الآن متجاوزة بفعل الإمكانية التي تتحوها البوابة الجديدة ما هي القهور هذه الأشياء التي تتبعها؟ لن يمكن التعرف على أن الواقع على المحاولات الأشياء لذلك المغرب لا يعمل على الواقع والمحاد حسين لا يتعرف على هذا المحاولات واقعاً هذه المحاولات Nanak أعجب أن يكون هذا العلقيف المغرب تغارب يكون هناك مدرسة لتفاعل مدرسة ويجب أن يكون ذلك مهمة يمكن أن يكون هذا المنظر بفضل مدرسة ويكون ذلك مدرسة بطريقة مدرسة ويكون ذلك مدرسة لتفاعل الناس ويكون للمشاهدة مدرسة فضاء السكن يمثل دليلاً كاملاً ومتكاملاً لمجال العقار بالمغرب يمكن المنخرطين من الحصول على كل معلومة مفيدة وضرورية كما يرافقهم عبر جل المراحل التي يمرون منها سواءً لاختياري، لشرائي أو لإعادة بيع مساكنهم كما تقوم المؤسسة أيضاً باقتراح خدماتها للتمويل العقاري بالنسبة لي أنا عندي أنكريدي يعني قرد عقاري خديت منه منزيل نقدر نعرف فين دوسي غادي كما يكون هناك أجديد أو يمكننا التعامل في نفس المعاملات القديمة كما يمكننا التعامل فيها أو يمكننا التعامل في المنزل كما يمكننا التعامل في المنزل كما يمكننا التعامل في المنزل يقترح فضاء التكوين عبر الشبكة تجربة فعالة للتعلم تؤهل كل منخريط للدخول إلى محتوى تربوي عن طريق الانترنت هناك جوانب جديدة يعني وردة في البوابة الإلكترونية لمؤسسة محمد السديس سابقا كانت منحصرة على الجانب الصحي والسكن وكذلك الصفر الجديد الآن هو ما يتعلق بالتعلم عن بعد وهو الجانب يحتاج إلى المنزل بشكل كبير جدا وخاصة أن نحن نعيش في فترة المعلومات وكذلك التكنولوجيا الحديثة فلابود للمنزل أن ينخريط في هذا الجانب ce n'est plus un souci technologique ce n'est plus un souci pédagogique au jour d'aujourd'hui la technologie permet effectivement de former des gens à distance ثم يحتاج إلى المنزل ثم یحتمون إلى المنزل لاحبين نجمع بسناسة مثلا للمنزل ولكن أيضا للمنزل أن لف rabbitرين أيضا للمناترنت يطرح على المنزل من أول مرحل بجيء في الوحفظة يتكامل فضاء التكوين مع الفضاء الجماعي هذا الأخير يعتبر شبكة اجتماعية من جهة وأداة لنشر المحتويات من جهة أخرى حيث يمكن المنخرطين من تبادل واقتسام مراكز اهتمام مشتركة وكذلك كل أنواع المضامين صورة صوت أو شريط ويمكن من خلال البوابة الاستطلاع على جميع المصادر الإلكترونية والمراجع الببليغرافية وقواعد البيانات المتواجدة بالمكتبة الوسائدية يضع الفضاء الجماعي التعاوني خبرة وموارد كل عضو في متناول الجميع هذا من شأنه أن يقلق نوعا من التبادل المعرفي الذي يعتبر رهانا أساسيا في ميدان التعلم يمكن للمتعلم أن يلج إلى محتويات ومنتديات مختلفة يستطيع من خلالها التعلم بطريقة مرنة دون الامثثال لبرنامج دراسي محدد إذ سيتشارك مستعمل الفضاء تجارب وخبرات تساهم في تطوير إمكانياتهم على المدى الطويل تطمح المؤسسة من خلال هذه البوابة الجديدة إلى أن تصبح أحد الفاعلين الأكثر ابتكارا وتقدما فيما يخص التواصل من جهة أخرى تعطي مؤسسة محمد السادس بعدا جديدا لمفهوم التطور الدائم بجمعها ما بين التقنيات الجديدة والمحتوى الغني وبحرصها على إشراك المنخرطين في مسارها اشتركوا في القناة